لا يشعر بوجعك إلا من ضاق نفس الوجع عبارة لخصة سر العلاقة بين الشعب الفلسطيني والشعب الجزائري الشقيقة مواقف مشرفة للجزائري في الوقوف إلى جانب شعبنا وقضيته العادلة يحاول شعبنا دائما التعبير عن تقديره الكبير لها بشتى السبل واليوم يأتي قرار المجلس البلدي لمدينة دورا بإطلاق اسم الرئيس الجزائري الأسبق المناضل الوطني هواري بوميديا على استاد دورا الدولي نحن كشعب فلسطيني نلتقي مع الشعب الجزائري بالثورة الفلسطينية والثورة الجزائرية ونعتز ونفتخر بهذا الشعب الذي كان ولازال دائم الدعم والإسناد والوقوف مع شعبنا الفلسطيني هذه رسالة من كل الشعب الفلسطيني وهي رسالة وفاء وحب وتقدير وعرفان بالجميل هي رسالة إلى صاحب الرسالة إلى الزعيم القائد الخالد المناضل البطل هواري بوميديا انتنان كبير عبرت عنه الأسرة الرياضية للجزائر قيادة وشعبا كيف لا؟ وقد لخص المناضل الراحل هواري بوميديا العلاقة الوطيطة بين شعبين بقوله نحن مع فلسطين ظالمة ومظلومة اذ تحول كل ذلك الحب إلى دعم لا مشروط وعطاء لا محدود رسالة تقدير وحب واحترام للشعب الجزائري والقيادة الجزائرية التي آلت الشعب الفلسطيني الكثير من المواقف الإيجابية نحن نعتبر أنفسنا والشعب الجزائري شعب واحد وهذا أربون محبة من رأس الرياضة الفلسطينية اللواء جبرين الرجوب ومن منظومة رياضية جميعها ومن مجلس بلدي دورة للجزائر ولهذا القائد العظيم الذي قال أنا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة هذه رسالة واضحة من شعبنا الفلسطيني نحن والشعب الجزائري نعتبر أنفسنا شعب واحد لطالما عبر الجزائريون عن حبهم ودعمهم لفلسطين في مدراجات ملاعب كرة القدم ولا ربما المباراة التي عرفتها أرضية ملعب الخامس من يوليو بين الفريقين الجزائري والفلسطيني والتي شجعت فيها الجماهير الجزائرية منتخبة فلسطين تعد أكبر دليل على ذلك فالشعب الجزائري لطالما أثبت أنه يتوارث حب فلسطين أبا عن جد جاء تغيير اسم هذا الملعب تقديرا وتكريما لصاحب مقولة الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة وتقديرا للجزائري وشعبها العظيم من استاد هواري بومدين الدولي في دورة سامي أبو شرخ تلفزيون فلسطين ترجمة نانسي قنقر